رجعنا لكم مشاهدينا من جديد طبعا أول قاضية تترقص محكمة بداية بالأردن أول نائب عام أول مفتشة قضائية وأول من حصلت على أعلى درجة بالجهاز القضائي وهي الدرجة العليا كما عينت أول سيدة بمحكمة وهي محكمة التمييز وأكيد معنا القاضية إحسان بركات يسعد صباحك يا رب وأكيد معنا معالي الأستاذ ريم أبو حسان هي وزيرة التنمية الاجتماعية وهي أيضا محامية ولها العديد من الإنجازات نتحدث عنها وهناك إضافة جديدة كانت بوزارة العدد لما كانت أيضا لها دور بالحفاظ على حقوق المرأة والحقوق بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل أو بآخر صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا فيك معاليكي نورتين يعني بداية يعني رح نبدأ مع معالي الأستاذ ريم أبو حسان يعني لما نتحدث عن التنمية مبدئيا لما نتحدث عن المرأة لما نتحدث عن المرأة في السياسة في التعليم في الثقافة وين تشوف المرأة الآن المرأة الأردنية تحديدا المرأة يقال أنها نصف المجتمع لكنها في الواقع هي كل المجتمع لأنها هي الزوجة هي الأم هي الإبنة هي الأخت هي العاملة هي المحامية فالمرأة موجودة في كل المجالات ودور المرأة لا يمكن أن نتغادى عنه وإن كان هناك حالات نشوف فيها تتعرض المرأة للتمييز وإلى عدم الإنصاف لكن المرأة بطبيعتها والمرأة الأردنية التي هي النشمية الأردنية هذه المرأة تتحدى الصعاب وقادرة نحن بدنا دائما نطمح لما هو مستقبل أفضل للمرأة لأن الإمكانيات الموجودة لدى المرأة عالية نسبة التعليم للمرأة الأردنية عالية لدينا خريجات الجامعات أكثر من 53% من نسبة الخريجات لكن مستوى المشاركة الاقتصادية متدنية 14% لكن لدينا العدد الأكبر من النساء موجودات في قطاع العمل غير رسمي وهذا يتطلب من الدولة أن تتكاتف جهودها مع المجتمع المدني من أجل أن يكون دور المرأة في التنمية المستدامة أوضح لأنه ينعكس إيجابيا مش بس على أسرتها وإنما على مجتمعها المحلي وعلى الأردن بشكل طبعا معالي ريم أبو حسان حضرتك محامية عملتي في مجال حقوق الإنسان والأسرة والعنف الأسري وكذلك وزيرة التنمية الاجتماعية بدي أسألك بنظرك شو الفرق بين أن المرأة تكون كسيدة ببيت وتكون وزيرة في الواقع إحنا لابد أن نذكر أن دور المرأة في الأساس هو داخل الأسرة المرأة بنى والأب جنى وبالتالي من يبني الأسرة التي هي الأساس المجتمع هي المرأة فموضوع التوازن بين عمل المرأة ودورها ومكانتها داخل أسرتها ودورها في العمل في المحيط العام هذا أساسي حتى تتمكن المرأة أن تصل إلى مناصب إدارية دنيا ووسطى ومن ثم تصل إلى المناصب السياسية لكن كل إمرأة قرارها بيكون مخلوط مع العاطفة أو بالعائل أكثر إحنا لما نتحدث عن العلم ونتحدث عن المعرفة نعرف أن الإنسان بيكتسب مهارات بالعلم تختلف لكن أيضا العاطفة مهمة جدا في اتخاذ القرارات الحاسمة لأن عاطفة المرأة كما تسمى هي نقطة قوة وليست نقطة ضعف خصوصا عندما نتحدث عن القضايا الإنسانية ونتحدث عن مشاكل بيعانيها المجتمع نعم أستاذ إحسان يعني لما نتحدث نحن بال2007 شكلت أن نساء 5.3% فقط بالقضاء الأردني ولكن بحلول 2018 بلغت النسبة 22% يعني نحن نحن نحكي على أربعة أضعاف وأزود شوي تحكي لنا عن المرأة في القضاء الأردني يسعد صباحكم كل عام ونتوا بقى الخير طبعا بقول كل عام والمرأة الأردنية يعني على امتداد رقعة الوطن بألف خير بهذا اليوم العظيم المرأة القاضية طبعا إنجازاتها كثير كبيرة استطاعت أنه تدمل الفكرة النمطية المجتمعية اللي كانت بتقول أنه تولي منصب القضاء هو حكر على الرجل أو خاص بالذكورة طبعا زي ما تفضلتي النسبة في توليها هذا المنصب زادت الآن 27% عنا 257 قاضية من أصل 968 مجموع القضاء فهذا بدل بشكل كتير كبير على مدى إنجازاتها الرائعة إثباتها لموجوديتها استطاعتها أنه تأدي مهامها بمنتهى الاحترافية والمهارة فصلها للمنازعات توازنها على منصة القضاء استطاعت أنها تبدع وبالتالي المجتمع أصبح داعم بشكل كتير كبير لتوليها هذا المنصب طيب ست إحسان يعني زي ما عرفت عنك بالبداية أول قاضية أول نائب عام أول مفتشة قضائية قديش هالمراكز أعطتك تحدي وحافز لحتى تعطي أكتر وأكتر أو لا العكس كنت خايفة ومترددة أن تكوني كأول بكل هالمناصب طبعا هو مش الخوف بمعنى الخوف هو تحمل المسؤوليات يعني العمل القضائي بطبيعته هو عمل شاق ومتعب وفيه يعني بلقي على القاضي حجم هائل من المسؤولية نحن نعرف أنه مهنة القضاء الوظيفة الأساسية لها المحافظة على أمن المجتمع واستقراره من خلال حماية الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون وبالتالي فض المنازعات بين الناس ليس بالأمر الهيئ طبعا الرهبة من تولي هذا الموقع وليس الخوف بحكم المسؤوليات الجسام اللي ملقا بكل وقت كان يشرفني المجلس القضائي بتوليتي أحد المناصب القيادية الهامة كنائب عام كنت بأمانة أفسخر كأردنية بإعطائي هذا الموقع أو بتوليتي هذا المنصب بكل مهامه الكبيرة مع باستمرار كل ما تعلى درجة القضائية يعلى الهم والمسؤولية بشكل أكبر لأنه دائماً إحنا بنعرف المواقع القيادية يعني المسؤولياتها بتكون كتير أعمق وأكبر على صانع القرار أو على صاحب الموقع معاليكي في 2006-2008 أنشأتي مدرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة في وزارة العدل أهمية هذه المدرية؟ شو كان رؤيتك؟ يعني دهما إحنا ما نحكي عن مرأة نحكي عن أسرة نحكي عن عدل نحكي عن محبة ننشرها للمجتمع في الواقع هذا كان توجه استراتيجي للدولة الأردنية وهو أن قضايا أولاً الأسرة لابد أن تكون على أعلى سلم أولويات سواء كانت السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل أو في المجال التشريعي أو في القضائي فكان لابد أن يكون هناك وجود نواة في وزارة العدل تتولى موضوع إدخال موضوع تمكين الأسرة وحماية حقوق أفرادها بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان بشكل عام لتكون جزء من التدريب الذي يتلقاه القضاء في المعهد القضائي وأيضاً من خلال الهيئات القضائية التي تحكم بالإضافة إلى تضمين هذه المفاهيم في القوانين نحن في الأردن نفاخر بأننا أول دولة وضعت قانون للحماية من العنف الأسري وعندنا مشكان مشروع معتمد على نهج متعدد الإختصاصات بحيث أن هناك دور للأمن العام دور لوزارة التنمية الاجتماعية لوزارة العدل لوزارة الأوقاف وزارة الصحة في التعامل مع قضايا العنف الأسري وبعدين عدد كبير من الدول العربية مشيت وراء الأردن في موضوع الحماية من العنف الأسري فكان لهذه نواة حتى نضمن أن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية إلىها دور إيجابي في موضوع حماية الإسراء طيب ما عليكي بتحسي أنه هالقوانين كافية لحماية المرأة من العنف خاصة أنه عم بنشوف قديش الأعداد تزايدت مع فترة كورونا العنف ضد المرأة كان جسدي لفظي أو أخذ حقوقها بالقطاع العام أو الخاص بالتأكيد يعني أنه دائما يتواكب وجود القانون مع وجود خدمات فاعلة وقادرة على أنه تطبق مفاهيم القانون بشكل سليم فبالتالي في دائما مراجعة مستمرة لموضوع الحماية وإحنا منعرف لما نتحدث عن الحماية الأسرة نحن نتحدث حوالي 98 من ضحايا العنف الأسري هنا نساء أكثر من الرجال وبالتالي المرأة هي الممكن تكون الضحية الأولى فبالتالي القانون بحاجة دائما لتطوير وزمن الكورونا لاحظنا أنه هناك طبعا ارتفاع في معدلات العنف وأيضا حتى في مجال اللجوء إلى خدمات الرعاية والإرشاد النفسي نعم وهذا يتطلب مننا أنه نقف كمجتمع مدني وكسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية نراجع هالقوانين وحتى نضمن أنه في استجابة أكثر للإحتياجات حتى تكون منصفة أكثر للمرأة أستاذ إحسان يعني كم تولي المرأة بالقضاء الشرعي تحديدا بشكل إضافة في حل وإصلاح العلاقات الزوجية لأن المرأة تستطيع تفهم المرأة وممكن تعطفلون وممكن بكلمة في بعض الأحيان تعطي حل لمشكلة زوجية سببتنا أو أخذتنا للمحاكم والطلق من وجهة نظري أنا طبعا لا بد من تولي المرأة لمنصفة القضاء الشرعي يعني أصبح في ضرورة مجتمعية للأمانة وما في أي عائق لا في عائق تشريعي لا في عائق حتى ديني وراء ذلك يعني إحنا لما منقول المرأة في المحاكم النظامية تولت محكمة تمييز نائب عام تنظر بالقضايا للجنيات كل أنواع القضايا على اختلاف أشكالها مدنية وجزائية أصبحت المرأة يعني عندها القدرة على أن تقضي بها وبأحكام قاطعة مانعة بها تميز حتى المرأة بتكون حاسة براحة أكتر لما بتيجي لعندك القاضية ويمكن بتكون عم تتناقش معك بالمواضيع بأرياحية أكتر من المحون كونه كرجل أنه في مواضيع حساسة السيدة ما بتقدر تناقشها مع الرجل صحيح يعني قد يكون هذا واحد من الأسباب الأسباب التي يجب أن يتم تولية المرأة منصب القضاء الشرعي بتسهل حتى يعني ولوج المرأة للعدالة بتسهل عملية التقاضي أمام المحاكم الشرعية بتمنح المرأة ثقة أكبر بطرح قضاياها زي ما تفضلت الحساسة يعني الخاصة بالأسرة طبعا كلما نعرف هاي القضايا إلها خصوصية إلها خساسية خاصة وما فيما يمنع يعني عنا بالأردن ما فيما يمنع من تولية المرأة منصب القضاء الشرعي يعني تفضل إذا بتسمحوا لي بدي أسجل يعني تحية لكنيسة الروم الأورتودوكس التي قامت بتعيين امرأة قاضية في مرحلة الاستئناف في محكمة الروم الأورتودوكس هاي خطوة جدا إيجابية بالإضافة إلى أن المحاكم الشرعية وإن كان فيها في البداية مرحلة الإرشاد والإصلاح قبل بتنتقل القضية للقضاء الشرعي إلا أنه أيضا بتضم صوتي لصوت زميلتي الأستاذ إحسان أنه أهمية وجود مرأة في القضاء الشرعي أكيد أكيد يعني الأوقات الحلوة بسرعة بتمر وصراحة يعني إحنا حابين نعود معكم أكتر ونستفيد منكم أكتر وفخرين عن جد بإنجازاتكم يعني مع عليك كريم أبو حسان والقاضية إحسان بركات ونتمنى لكم يا رب هيك يوم سعيد ويعني شكرا أنه جيتوا لعنوا ونورتونا باستردهات يوم جديد شكرا كان نشرف في محاورتكم شكرا جزيلا يعني